منتزوجها وكشف عن وجهها فوجدها سمراء وليست جميلة فهجرها في ليلة الزفاف واستمر الهجران بعد ذلك فلما استشعرت زوجته ذلك ذهبت إليه وقالت له يا مالك لعل الخير يكمن في الشر فدخل بها وأتم زواج ولكن استمر في قلبه ذلك الشعور بعدم رضاه عن شكلها فهجرها مرة ثانية ولكن هذه المرة هجرها عشرين عاما ولم يدرى أن أمراته حملت منه وبعد عشرين عام رجع إلي مدينة حيث يوجد بيته وأراد أن يصلي فدخل المسجد فسمع إمام يلقى درس فجلس فسمعه فأعجب وانبهر به فسأل عن اسمه فقالوا هو الإمام أنس فقال ابن من هو فقالوا ابن رجل هجر المدينة منذ عشرين عاما اسمه مالك فذهب إليه وقال له سوف أذهب معك إلي المنزل ولكن ساقف أمام الباب وقل لأمك رجل أمام البيت يقول لك لعل الخير يكمن في الشر فلما ذهب وقال لأمه قالت أسرع وافتح الباب إنه والدك أتى بعد غياب طويل ولم تقل له أنه هجرنا عشرين سنة ولم تذكر أباه طول غيابه بالسوء فكان اللقاء حارا وكان ابنه هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام وراوي أحاديث الرسول الصحيحة وكان يفخر بذلك شكرا لك يا إم أنس على الدرس الجميل لعل الخير يكمن في الشر أحيان كثيره نهرب من الأمور والأشخاص الذين لا يأتون علي ما تشتهي أنفسنا وتغيب عنا مقولة لعل الله أراد بذلك خير لا يؤخر الله شيء إلا لخير ولا يبكيك اليوم إلا لخير ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير لعل الخير يكمن في الشر يا مالك أنها زوجة الإمام مالك بن أنس وإن صالحة للإمام أنس بن مالك الجمال ليس شكلا يا مالك الحمد لله رب العالمين